التوجه إلى دوار البور الواقع على بعد 45 كم عن مركز جماعة تلسينة القروية بإقليم في جيك مغامرة محفوفة بالمخاطر فالمسلك المؤدي إلى الدوار عبر تلاتيمن تخترقه تضارس وعرى مسلك خطير على طول 20 كم أضحى مهجورا من قبل السكان مفضلين العبور وسط الوادي مشيا على الأقدام أو على ظهر الدواب للوصول إلى أقرب طريق سالك عندنا المشكلة للطريق أن يجيسوا مع الطريق هذه المسلك هذا هذا المسلك هذا يجب الله تخدم ويستفيدون من أربعات الدواب ويرمشي غير دوار البور كان عندنا دوار البور وكان يتبكر وكان يتحيوا عيسى وكان ثلاثي من لا من يراعي معاناة هذا الدوار هذا اللي هو مغبون ومطرف وما عنده لا طريق لا مستشفى لا مستوصف يعني لا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزلة قاسية تجثم على صدور 350 نسم من سكنة الدوار الذين تحولت حياتهم إلى جحيم فالولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للأطفال والنساء والمسنين أمنية صعبة المنال هذا الشيخ التسعيني أصبح محبس منزله لا يجد إلى الطبيب سبيلا لقد أصيب الزوجي بالمرض منذ مدة طويلة وانعدم الطريق يحرمه من الوصول إلى المستشفى فسنه لا يسمح له بركوب الدب ولا نستطيع أيضا حمله ونقله لزيارة الطبيب ثلاث مرات وانا أحمل على متن هذا النعش من قبل السكان للتنقل إلى أقرب طريق سلك والوصول إلى الطبيب كلما جاءني المخض واقع تعيشه كل نساء القرية أما واقع التعليم فليس أحسن حالا حجرة واحدة لا تتوفر فيها ابن الشروط التربوية تفتح أبوابها حينا وتغلق أحيانا أخرى وحجرة واحدة يقرأ فيها استدية المستويات ومرة يكون استد واحد مرة يكون جوجة الأستيدة وفي سنة 2008 كانت سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ فهذا المنطقة هذه ما قرأوش العام كامل الخروج من نفق العزلة المظلم الذي يرهق كاهل الصغار والكبار مطلب ملح للسكان مطلب نقلناه إلى المجلس الجماعي لقرية تلسينت فكان هذا الجواب البحث عن قطرة ماء طرو العطش والحلم بطريق تفك عزلة تحبس الأنفاس هذا أقصى ما يتمناه سكينة دوار البور الذي يرتفع عن سطح البحر بألف وخمسمائة متر لكن بالمقابل تنخفض درجة التنمية هنا إلى مستويات دنيا